كشف كلام محمد جواد ضريف الكثير من المستور أو على الأقل من غير المصرح به في العلن فهل بدأت معاملات الطلاق التركي الإيراني؟ في السياسة لا طلاق إنها الرسائل وإن كانت أحيانا كما هي حال تصريحات ضريف مباشرة ولا تحتمل التأويل طوال سنوات الأزمة السورية لم يصل التصعيد الكلامي بين تركيا وإيران إلى ما وصل إليه في المدة الأخيرة ربما الجواب يكمن من جهة في الميدان وتحديدا حيث تشتعل معارك تركيا في الشمال السوري ومن جهة أخرى في جنيف حيث التسوية متعثرة اللافت للانتباه أن الاتهامات التركية بحق إيران تدرجت تصعيدا بعد جولة رجب طيب أردوغان الخليجية التي قادته إلى البحرين والسعودية وقطر فهل هي إعادة ترتيب أوراق؟ الجواب قد يأتي ضمن احتمالات عديدة لكن الثابت أن التصعيد الكلامي يتزامن مع أيام جنيف التي تعقد بضغط الميدان وربما يعود إلى صراع فرض الهيمنة الإقليمية وهنا من المفيد مراقبة روسيا إذا ما كانت راغبة أو قادرة على التوفيق بين حليفيها الحاليين وعندما يتحدث محمد جواد ضريف عن الدولتين الجارتين فهذا يعني تذكيرا إيرانيا ضمنيا بقواعد احترام توازن القوى الإقليمي والاعتراف المتبادل بمصالح كل دولة بعد الرد والرد المضاد في مؤتمر ميونيخ ظن البعض أن الأمر انتهى هنا لكن مواقف ضريف أظهرت أن الجمرة كامن تحت الرماد أفرغ الرجل الاتهام التركي من مضمونه الطائفي عندما ذكر بوقوف بلاده إلى جانب الحكومة التركية غداة محاولة الانقلاب التصعيد المستجد بين الجانبين يضع مفاصل مهمة من الهدنة الهشة التي تحكم سوريا يضعها على المحك